هكذا وفي كل مرة يحظر الشاب عبد الكريم المبيد الخاص بالقضاء على العقارب المنتشرة وسط هذا التجمع السكاني بحيثنية بولاية غردية إنسان عطل العمل متطوع في هذه المهنة للهواية كما قلو هنا في مدة ربع سنين ما نشكر البلدية تاني على الدولة تبا تمدنا فيه وكي مدونا دولة نخلط هنا نخلط في البيدون هذا البوبينة هذي ونبدأ الرش نبدأها في الليل من روصرات العشاء حتى 11-12 عال الليل جيتنيا حي شعبي وخاصة من المنطقة الشابرية نعانو من الحشرات السم العقارب الأفاعي مع السخانة تخرج هكذا تشوف البنيان الحجرة مش بنيان حديد مش بنيان سيمو ولا بنيان حجرة والحجرة تطلق السخانة هاي البارح البارح اللق 3 تم العمل التطوعي الذي يقوم به عبد الكريم أخذ ثناء والإشادة الواسعة من أبناء حيه مثمينين هكذا مبادرات اللي الله يجازيه اللي راي يخذب راي يخذب ما خلح التابلس من الصباح ولا من العشية راي يخذب الليل نتلقوا له ربي يجازيه اللي راي يجاهد فيه هذا المجهود ربي يعطيه وربي يجازيه هذا ما نتمنى نحن كشباب تيت المخزن يعني والله نشكره سي عبد الكريم الحاج غويدر على هذا المجهود الكبير راي يعمل فيه هنا راي يدير فيه يعني يبقى أحواج بسيطة راي يكافحنا في هذه الحشرات الحشرات السامة العمل التطوعي للحد من خطر العقارب والحشرات السامة في هكذا أحياء السكنية عمل يستحق المرافقة والدعم من قبل السلطات المعنية